الكارسة جسيد السنزار الكارسة أني برضو الفكر الغربي مش فاهم الفكر العربي أو الفكر الإسلامي الفكر الغربي يعني أنا تكلمتي مع ناس كتير من الناس الغربيين اللي احنا عايشين وصيهم عنده فكرة محبة الآخر يعني مثلا محبة الآخر والإحسان ومساعدة الآخر ومساعدة الآخر على النجاح بغض النظر عن لونه ودينه جنسه الكلام ده كله وصدقين جدا جدا في الموضوع ده هذا القانون تبع حقوق الإنسان حتى في الأمم المتحدة أنك يكون عندك التولرانس التعايش تحترم المرأة حتى الحيوان يحترمه ده القانون اللي وضعه حتى الكتاب المقدس يشرق شمسه على الأشرار والأبرار فده قانون كتابي قانون وعلى فكرة البلاد دي تأسست على الفكر المسيحي عشان كده بيحبوا عدام الفكر هم مش متصورين الغرب مش متصور ان واحد جاي انت بتمدله ايدك يكتلك لا هو بيشوفك انك عدو والله قاتل هو بيكتل ابوه يعني مثلا او يكتل ابنه واحنا بنشوف جسيس نزار وحوادث كتير يمكن حضرتك سمعت ان لو واحد مثلا دخل المسيحية الابن دخل المسيحية مش هيستنى الحكومة لما تعقبه ولا واحد مسلم من بره يكتله هو هيكتله بايده او العكس فهنا فكر بنى على التدمير فكر بنى على فكرة انك انت حتى ما تفكرش فكر بنى على انك انت ما تختلفش عني لما تختلف عني هكتلك وبنشوف الكلام ده حتى وسط المسلمين وامة المسلمين في واحد كتب مقال زمان في جريدة مصرية عن اسوأ عشر شخصيات في الاسلام وهم الشخصيات المبشرين في الجنة وتقريبا اتصادرت الجريدة انا عندي تقريبا العدد بتاع الجريدة دي وبيتكلم عن عائشة اللي قادت معرقة الجمل وقادت القتل والدماء وصفكة الدماء ودي عائشة اللي رسول الاسلام جالوا خزوا نص دينكم من عائشة دي قادت حربة دموية الرسول نفسه قاد غزوات كتير جدا جدا